وقف الثاني محدودين جداً تتكلم على أنه التأهيل والتدريب اللي يتكلم لا ما يجي من مسلسل أو اثنين يعني إحنا مثلاً أنتجنا في مسلسلات الأطفال أضواء وبعضه ضيار وبعضه زلّابوية دول ثلاث مسلسلات صح؟ ثلاث تجارب الثلاث تجارب دول ما أستطيع أن أقول والله إحنا الآن لنا 13 مسلسل و 15 مسلسل فالتجربة نضجت وصار عندي أنا أبطال كتير في الأطفال إحنا مسلسل زلّابوية كان عندنا أزمة في الأبطال أساساً يعني إذا فيه واحد غاب إذا مبارق القحطاني غاب أو أصيل غاب أو فلان غاب أن يعودوا شخص بمثل هذا مش موجود مش موجود أبداً فما زالت البيئة غير يعني مش موجود عندنا 13 ألف مسل زي القاهرة عشان أختار منهم وحط فيه في كل مسلسل أشوف ناس مختلفة تماماً ولدرجة أن نحن متعلقين بالمدارس متى طلع فلان من المدرسة متى جي من المدرسة متى راح من المدرسة الموضوع مبسل أفداً لكن على هذا السياق بعض الثلاث أعمال اللي إحنا أنتجناهم في الأطفال أنا أريد أن أقول شيء إحنا ندرك تماماً وإحنا الخطأ أو وإحنا الأخطاء اللي صارت في أي مسلسل منهم لذلك إحنا وجدنا أنه إحنا حابين أنه نعمل تجربة مختلفة وأنا ما رح أتكلم عنها كثير لأنها رمضانية لكن بإذن الله أنا أقول لأي شخص شاهد مسلسلات الأطفال ورغبة بالكمال ورغبة أن يشوف مسلسل مكتمل أنا عارف أنه ولا في واحد منهم مسلسل مكتمل لكن ظنني ومن المدخلات التي أنا شايفها أن مسلسل الأطفال في رمضان سيكون مسلسل مكتمل بإذن الله لا منحس الأداء لا منحس الإخراج لا منحس كل تفاصيل الدراما أنا أشوف أنه فيه شيء مختلف جلس يصير وقائم من هذا المسلسل هو صديقي المخرج العزيز رافي حمدي و تم استقضابه و فريق من القاهرة متعلقة بالصورة التلفزيونية وغيرها من القاهرة الخصيصة لهذا العمل و استقبنا لما شفنا أن كل المدخلات الموجودة التي نستخدمها هنا لن تأتي بجديد عم أخرين فأنا أظن أنه في رمضان والله أعلم كل المدخلات تشير إلى هذا المعلومة بإذن الله رمضان نحن قدام مسلسل أطفال مكتمل بإذن الله إذن هذه أول حصرية في الحلقة اليوم نحن نتكلم عن مسلسل مختلف نوعي إن شاء الله من إخراج رسد رافي حمدي في رمضان مسلسل سعودي نعم هنا صور في السعودية نعم وش اسم المسلسل؟ لا ما نقل عشرين حلقة طبعا نعم صحيح عشرين حلقة طيب جميل نحن نرى تغريدة الآن من التغريدات التي وصلت من الجمهور أعطونا إياها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر